مشاهدين المحترمين سلام الله عليكم أهلا بكم إلى حلقة جديدة من أستوديو الجزائر التي نواصل فيها النقاش حول مستجدات الساحة السياسية في الجزائر طبعا مع مختلف الفاعلين ضيفي اليوم من الشخصيات أو من رؤساء الأحزاب الذين استقبلهم رئيس الجمهورية في قصر الرئاسة نتحدث اليوم حول ما جرى في هذا الاستقبال وما جرى في النقاش مع رئيس الجمهورية نتحدث حول القانون العضو المتعلق بالانتخابات الذي صدق عليه مجلس الوزراء مساء هذا اليوم حول أهم النقاط ربما التي عرفت جدلا بخصوص شرط التوقيعات المترشحين الأحرار والأحزاب في الانتخابات المقبلة وتدابير المساواة بين الجنسين وكذلك تشجيع الشباب في الحملات الانتخابية كما نتحدث حول الجدل التي أثارها ضيفنا السيد جلالي سوفيان رئيس حزب جيل جديد اتهامات من الأفلان من جهة واتهامات أخرى من السيناتور عبدالوهاب بن زعيم كما نتحدث حول موقع الحزب في الساحة السياسية في الجزائر هل فعلا هو اليوم حزب معارضة أم هو حزب سلطة وما علاقته بمختلف قوى المعارضة طبعا كما نتحدث حول المطالب التي ترفع في الحراك الذي يخرج كل جمعة جزائريون إلى الشوارع ينادون بها طبعا نرحب بضيفي في هذه الحلقة أستاذ جلالي سوفيان رئيس حزب جيل جديد أهلا بك سيدي أهلا بك بس الخير مرحبا طبعا اليوم حتى نكون أخلاقيين شوية اليوم تم تشجيع جثامين ضحايا السيول ودي مكنسة في الشلف إلى مثوهم الأخير في مقبرة سيد عقوب ببلدية أولاد عبدالقادر طبعا في جو مهيب هذه المأساة التي خلفتها هذه السيول طبعا نترحم على الضحايا إن شاء الله ونتمنى إن شاء الله أن يتم العثور على ناجين طبعا في المفقودين إن شاء الله يلقوهم ناجين طبعا نخليك ربما دقيقة أستجيل للسوفيان مداخلة حول هذا الموضوع نعم مسألة خير مرة أخرى نعضم الأجر قبل كل شيء للعائلات لكان اليوم الضحايا تحهم شفنا ضحايا تحايا كوارث طبيعية ولكن في نفس الوقت هناك يعني يد الإنسان لأن نشوف كيفاش المدن تعنا ميش مكيفة حقيقة مع احتياجات المواطن ما تعطلوش الأمن الكافي في كل مرة يكون أمطار سقوط أمطار أو كوارث أخرى نصبحوا دائما في فقدان يعني مواطنين نتمنى إن شاء الله المفقودين على ما أظن كين ثلاثة لمازال ما صابوهمش إن شاء الله يكونوا على قيد الحياة ونترحموا على رواحهم كلهم ومدى بنا أن نستخلص الدروس لأن مدى المدن تعناه ما كانش تخطيط عمراني حقيقي ما كانش نسيج عمراني ما كانش كأنه المسؤولين منذ عقود ليست لهم أي بال بالبيئة والمحيط اللي نعيش فيه وهذا لازم نخرج منه هذا من ضواهر تخلف غير مقبول الآن في سنة 2021 ونتمنى إن شاء الله من جميع المسؤولين كلهم في مرتبته وكلهم في مركزه إن شاء الله حتى لا تتكررش مثل هذه الكوارثة هذه المآسي طبعا سيد جلال يوسفيين بدون من اليوم اليوم مجلس الوزراء يسادق على الأمر المتعلق بالقانون العضوي للانتخابات أولا في شكل إصدار هذا القانون شكل على شكل أمر رئاسي هذا الشيء عنك بشيء عليه تعليقات لا بما أنه الآن المجلس الوطني تحل فمباشرة يعني ما تبقى إلا هذه الإمكانية يعني أوامر رئاسية لجوز القوانين وهذا متطبق تماما مع الدستور ونظن أنه الرئيس التجى إلى هذا الحل يعني باش ما يخليش النواب تاع الأغلبية المفبركة اللي كانت فيه أن تغير القانون لصالحها كما كانت تفعله دائما فنظن هذا الاختيار صالح الآن بقى إحنا شفنا البيان يعني عنده بضعة دقائق من اللي يصدر ما زال معطاش بالتدقيق كل الأحكام اللي جاية فيها بعض الأشياء يعني زاد يشجع مثلا الشباب بما أنه يتكلم على نصف القائمة تكون على أساس يكونوا شباب هناك كذلك نصف القائمة تكون من العنصر النسوي كذلك لازم على الأقل الثلث يكون عنده مستوى جامعي هناك أشياء يعني كنا قلنا في وقتها إيجابية ولكن كان نقاط أخرى قضية لحد الآن غامضة التوقيعات للمترشحين الأحرار والأحزاب في الانتخابات المقبلة هدية لأن الإشكال هو أنه في القانون السابق كان محتم على الأحزاب السياسية أن تقدم مع الملفات نتائج الانتخابات السابقة يعني كما اليوم العتابة اليوم رأنا في 2021 يقول لك جيب لي نتائج تاعي 2017 ويكون عندك على الأقل ربعة بالمئة في الولاية باش تقدر تدخل وترشح الحزب هذا كان غير مقبول تماما لأنه ما نقدرش نبنيه مؤسسة جديدة على أساس النتائج تاع التزوير والمؤسسة الفاسدة السابقة فلازم يكون حد لهذا الشيء فانطلاقها جديدة مع كل الأحزاب السواسية وإن شاء الله نبعد المال الفاسد ونبعد كل يعني حتى المال يكون محدد لأنه غير طبيعي أنه إنسان حتى ولا ملكه هو وموش مال فاسد لكن عندما يستعمل الأموال باهضة في عملية انتخابية يصبح انتخاب للمال موش انتخاب للرجل أو الأفكار وهذا شيء يحرف العمل السياسي فإذا شيء جيد أنه نبعد المال فاسد أما صالح ونخلق يعني توازن لناسب المجتمع الجزائري بما أنه الأغلب يسحق الآن شباب ونحضر إن شاء الله يعني بش الشباب سبجة اليسوفيات لا ترى أنه ربما قد تشجع على مبدأ جيب بارك يعني عمر القوائم فقط حتى ندروا قائمة فيها مناصفة وبعدين مثلا كما صرى مثل كوطة النساء شاهدنا يعني التجارب لا تشرف كثيرا تجربة النساء المرأة الجزائرية الواعية والمثقفة صحيح والكثير كانوا يطلبوا باش تقعد على الأقل تقعد يعني تولت الآن يعني كاين مناصفة ولكن ما كانش إلزامية النتيجة في السابق كانت مثلا حزب يدي تلت مقاعد لازم على الأقل تكون العنصر النسوي حاضر ما بين ثلاثة الآن مدام القائمة مفتوحة والناس الناخب يختار بالأسماء يقدر يختار رجال أو نساء ليشوفهم هما في المستوى نظن أنه نتفادى باش البرلمان يكون متكون من ناس يعني اللي ما عندهمش المستوى إن شاء الله ننتظر أن تكون الكفاءة وتكون يعني الالتزام باش الناس يعني يقوموا بوظائف نائب لمؤسسة حيوية في البلاد وتكون عندهم كل كفاءات وعندهم كل إمكانيات بشي سيوها المساعدة في تمويل الشباب في الحاملات الانتخابية هل ترى أنه هذا دستوري؟ البعض يقول لك ربما هذا عنده شوية بعض التحفظات الدستورية كيف نموّل هذا ولا نموّل ذاك؟ نعم هذا صحيح نظن لحد الآن القانون ما يدققش هذه العملية لكن أنا على حسب ما فهمت هو أنه كان دعم غير مباشر يعني مثلا في سحب الوثائق ولا سحب الصور ولا شيء من هذا النوع ولكن يبقى الحجم تعوه قليل جدا ويروح على ما فهمت للقوائم الحرة هناك يعني الحقيقة أنه بعض الأحزاب منها جيل جديد ما عندنا ولا أي دعم مهما كان فلماذا يعني نخلق فرق ما بين الناس اللي ناضلوا منذ عشرة سنوات وهم على الميدان وما عندهم يستحقوا حتى دعم وربما يجيوا ناس جدد من حقهم ويصبح عندهم دعم هناك ينخلل طبيعة الحال طبعا بخصوص المال السياسي أو الشكارة لأن المال الشكارة ربما تعبر أكثر عن الواقع أستاذ جلال يسوفيان ترى أنه ربما بشكل أو بآخر أوكي ما عليش رأنا نضيقه على المال يعني المال كمال لكن هناك المساعدات العينية يقول لك مثلا لازم لك حسب يعني لازم لك شاك باش تتبرع بمبلغ ألف دينار فما فوق يعني مئة ألف سنتيم لكن هناك مساعدة عينية نعطي له السيارات نعطي له عقارات نعطي له عديد من الأمور العينية اللي ممكن هذا القانون يقف عاجزا عن مراقبتها لا صحيح يعني هناك نظن ضوابط غير ممكنة للتطبيق لا تقدر شي سمنتيا لكل قائمة في كل مقاطعة انتخابية لازم تفتح حساب بونكي وتسير بألف دينار هذا غير معقول نظن هناك يعني إفراط في هذه العملية وخاصة أن الناس مارحش يجري موراك باش يدلوا ألف دينار في البونك وبعد هو رح يسحب الألف دينار هذا شي صعب جدا للتطبيق ربما هذه مرحلة أولى باش هناك يعني بعض نجم نقول مقاييس اللي رح نعمل عليها في المستقبل مليح أنه نتحكم في العملية الانتخابية وكل ما يرافقها من أموال ولا من تحرك ولا ولكن واضح أنه غير ممكن أن نطبقها مئة بالمئة في هذا الفترة سؤال الآن ربما ستجل ليسوفيان عام هل الطبقة السياسية أنتم كأحزاب عندكم ربما من الإطارات الجاهزة المكونة لنقدروا نعتمد عليها في المجلس الشعب الوطني في المجالس المحلية نعرف كثيرا أنه ربما مثل هذه التجارب مثلا أول مرة يفتح المجال قد يأتينا بالغث والسمين مثلا شوفوا في التجارب الإخوتنا في تونس انتخابات الأولى جابت الكثير ربما كانوا ثوريين وكانت حامستهم كبيرة لكن في التسيير كوارث صحيح وهذا ربما تمس نقطة مهمة جدا لأنه لازم الجزائريون يفهموا أشياء السياسة ما هيش فقط خطابات ما هيش مواقف بطولية وكأنه عندما ننتقد الكل نصبح سياسي السياسة عندها جانب يعني فكري لازم نكون يعني نخدم في إطار تيار فكري واضح لأنه ما تقدرش أنت تأخذ موقف وموقف معاكس حول قضايا التي تسيير بها المجتمع ثانيا لازم تكون عندك قدرة لتسيير ربما نائب في البرلمان ما يسيرش أموال ما يسيرش طاقم ما يسيرش عنده المواقف أنت عول يدفع الحزب أنت عولك لكن في المحليات مثلا في البلديات عندك ميزانية عندك ناس أكتسيرهم عندك مواطن تستقبلوا مقالح مباشرة للمواطنين بطبيعة الحال هذا يخلي أنه كان المفروض أن نخلق طبقة سياسية عندها مستوى عندها التكوين وهذا تكون منين يجي؟ يجي من خلال الحزب الأحزاب السياسية عندما تكون عندها الإمكانيات هي اللي لازم تطور هذا العمل نحن في جيل جديد رغم أنه ليست لنا أي إمكانيات مع ذلك درنا عدد من الدرجات التكوينية كان خمس درجات وعدد كبير جدا الآن من المناضلين داروا هذا التكوين ولذلك ربما الإخوة المشاهدين الذين كانوا يتبعوا إطارات جيل جديد عندما يدخلوا في وسائل الإعلام على الأقل المتحدثين باسم جيل جديد يشوفوا أنه الخطاب منسجم أنه الخطاب مركز أنه الخطاب عنده دلالات علمية بعض الأحيان عنده أرقام هذا ناتج عن هذا العمل التكويني داخل الحزب وهو أساس ومحور داخل الحزب الذي نبنيه عليه المستقبل أستاذ جلال السوفيان ربما سؤالي المقبلين سيكون على شكل ثنائي تشريعية محلية أفلان أرين دي في البداية التشريعية المحلية ربما هل السيد جلال السوفيان ومعه حزب جيل جديد يحبذون انتخابات تشريعية وبعدين نتريث وروح المحلية أم أنه معلش مدام فيها انتخابات وفيها تركيز لمختلف الوسائل خصوصا أنه في ظرف وبائي ربما يحتم علينا أن نكونه خفاف نعم خلينا ندمجوه مع بعض شوف دائما الخيار السياسي عندما تكون عندك مثلا هذا البديل فيه من كل جهة جوانب إيجابية وجوانب سلبية أنا لك نشوف من منظور إلا موقع جيل جديد نحن معناش الخبرة الكافية في تسيير الحملات الانتخابية بما أنه نحن كنا مقطعين في السابق نحن لنا من نظرنا أحسن أن نبدأ في التشريعيات ثم ننتقل إلى المحليات رئيس الجمهورية اقترح أن تكون هناك انتخابات شريعية وانتخابات للمجالس الولائية لم يتكلم على المحليات يعني على مستوى البلدية هنا يعني فرق كبير فهذا شيء ممكن يعني تكون قوائم للانتخابات الشريعية وقوائم للانتخابات الولائية الأشياء الإيجابية في هذه العملية أنه ربما رح تخلي الساحة السياسية تكون عندها أكثر نشاط وتجلب أكثر لمواطنين وربما الاحتكاك هذا يخلي نوع من إعادة ثيقة حتى ولكنت نسبية باش الناس تشارك وتفصل في الأمور وتكون عندها المؤسسات كل الشرعية الجانب السلبي هو أنه بغض النظر على هالحزاب يعني راهي محضرة نفسها ولا لا المشكلة هو أنه الناخب صبح عنده صعوبات لأنه كان تغيير في نمط الانتخابي في التشريعيات الآن تختار القائمة باسم الحزب ولا باسم حرار ثم في الداخل القائمة انتالي تختار المطار الشحين يعني عندك خيارين في نفس الاختراع ومن بعد تزيد تروح للانتخابات الولائية وانت تعرف أنه مثلا الأحزاب السياسية تقدر تتحالف في بعض الأحيان في المحليات وما تتحالف في الشريعيات ومن بعد تصبح كيفاش تدير الحملة الانتخابية مع من دير الحملة الحزب يجي يقوم بحملة انتخابية للشريعيات ولا يقوم بحملة انتخابية للولائية ونتحالف معك في قاعة أخرى هذا مجد راح يشكل بعض المشاكل المهم أنه زيد الوباء زيد الأوضاع لربما أوضاع متأزمة نقص الثيقة بعض الأحزاب اشتكتوا هل نقدروا نعالجوا بهذه الطريقة؟ لا أنا متحفظ لأنه عمليا سيد جلالي سوفيال لما تشوف تكون مدمجة ربما المواطن حتى لو كانت على مستوى من الوعي والثقافة تتلف له قوائم هنا قوائم هنا قوائم هنا وممكن مثل ما قال بعض رؤساء الأحزاب ورقة الانتخابات المحلية محطفة شريعية وتتخلط الأمور لا نظن هذا كما تتفرز الأمور نظن هذا قادرين باش ينضموا نوع من هذا الاقتراع الاختيار الاسمي على مستوى القائمة هنا فيه وعليه أنتم كجيد جديد ماذا ترون؟ لا هذا شي جيد لأنه شوف المشكلة وين كان مثلا تحكم القائمة على الجزاء العاصمات 38 مقعد على الأقل ولما يعني ما نشغلت في العدد ما شاركناش في 2017 ولكن كان يعني الأحزاب السياسية تركز كل القوة وطاقةها على رقم الأول 2 أو 3 فقط أما باقي القائمة هم يعني مناضلين بالصح يعطيك يعطي لك الملف وما رحش ينشط في الميدان حتى ولا ينشط ولكن بدون ما عنده حماس بدون ما يبدو الجهد كبير لأنه على باله بالي عمره ولا يجوز الآن كل واحد يدحقه لأنه تقدر أنت في القائمة تدير واحد في الرطبة عشرة ولكن هو اللي يجلب الأصوات هو اللي عنده مصدقية هو اللي يعمل في الميدان فبطبيعة الحال الأصوات تروح ليه هو ويخرج هو في القائمة يخرج كمنتخب على أساس 38 بعض الأحزاب قلتك أنه هذا الخيار ممكن يشكك في مصدقية الحزب لا نظن شوف نحن لازم نفكر حتى في المنظومة السياسية تعرف أنه النظام البرلماني عموما هو لين السلطة تكون تتوزع على الأحزاب السياسية كما قولوا في تونس والصراع ما بين الأحزاب يكون قوي جدا وغالبا أنه المصالح الحزبية الديقة هي اللي تصبح أكثر يعني الهدف أقوى هدف لساحة السياسية ونظن عندما المصلحة السياسية تغلب المصلحة الوطنية نصبحه في إشكال أما عندما تفتح هكذا القوائم ممكن جدا أن تخلق تنافس داخل الحزب بقوائم يعني مفتوحة وفي نفس الوقت تعطي كل إمكانيات يلحس 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 ويكون عنده الكلمات نروح الفاصل أستاذ جلالي سفيان نتحدث حول كيف تتوقع شكل البرلمان المقبل نتحدث حول مراجعة قانون الجنسية نتحدث حول ثنائية الأفلان الأرندي التي أجلناها إلى الجزء الثاني ونتحدث حول الاتهامات السيناتور بن زعيم ونتحدث أيضا حول حكاية شخصية صلاة لسي جلالي سفيان مع لقاح ليس لقاح كورونا لقاح قبله نروح الفاصل ثم نواصل مشاهدين عدنا مجددا مشاهدين كرام وسد الجزائر مستمر معكم لهذه الأمسية طبعا رفقة الأستاذ جلالي سفيان رئيس حزب جيل جديد أهلا بك مرة أخرى أهلا بك الآن إلى ثنائية الأخرى الأفلان الأرندي طبعا كنا دائما لما يصدر بيان من رئاس الجمهورية حول استقبالة الرئيس نشوف القائمة كان الأفلان الأرندي ولا مكاشل في الاستقبال السابق استقبل الأرندي يعني رئيس الأرندي سيزيتوني لكن لم يستقبل الأمين العام للأفلان هل ترى أنه تم حسم الأمر خلاص الأفلان الأرندي يستقبل أما الأفلان يخليه المرحلة مقبلة أم أنه خلاص أقصيها نعم أنا لا أدري أنا ما نتحدش بأسم الرئاسة وما عندي حتى معلومة ونظن هذا من صالحية الرئيس نظن عنده الحق يشوف من أرادة دركنا من قبل هذا الأحزاب الموقف من تعناه هو أنه متورطون تماما في المرحلة السابقة والمسؤولية كاملة وما يتهربوش ما يقول لكش إحنا رئيس ولا حتموا علينا ولا لأنه هم اللي كانوا يهللوا ويسجدوا للكادر ويكذبوا على المواطنين وينهبون مع الفاسدين إلى آخره اليوم يقول لك إحنا يدينا يعني خضرام الجنة خضرام الجنة وما درنا أي شيء وهنا هذا غير ممكن نحن إطارات جئنا بنبض جديد جئنا بروح جديدة مع الجزائر الجديدة لماذا أنت تحرمني خليلي معلش خليلي الصندوق وخليلي الشارع هو يحكم أنا محرمتوش أنا محترمتوش قلنا برك لكن أنت قلت متورطون متورطين كأحزاب ما في حتشك متورطون تماما والفساد على كل مستويات الفوق والتحت هذا الجزائرين يعرفوه المشكلة الآن كيفاش ناس ليروهم اليوم في السجن وليراهم هاربين في الخارج ولي جوا بضرر كبير للجزائر والصمعة على الجزائر ما زال يستعملوا ويستغلوا في عنوان لهوت على الأمة الجزائرية كيفاش اليوم احنا ولادنا في المدرسة يقرأوا على جبهة التحرير الوطني وكي يخرج في الشارع يقولوا له الأمناء على جبهة التحرير الوطني هو ما كانوا مفسدون واليوم راهم يتحاسبوا الإطارات هذو يشتريوا المقاعد بالأموال أموال باهضة عدد كبير من الناس هذو اللي كان في البرلمان يعرفوه من الناس عند عشرين سنة يقول لك مثلا شحال في عمرك سجل الجسفيان تنين وستين سنة الله يبارك يقول لك كيف هينطبق عليك جيل جديد لا جيل جديد ماش سن روح شوف أنت الفكر اللي رانا حملينه هذا ما عنده حسن حتى علاكم على السن بطبيعة الحال ثانيا أنا مرت في أعمال مع السلطة ولا في تسير هذه في السياسة هناك ناس داروا قاموا بأعمال غير ممكن أن تقبل هذا ما خلص هوا الإشكال تعمل في العدلة أما الأحزاب السياسية حتى وإلى بعض الإطارات ما قاموش بأفعال التي تدان في العدلة ولكن سياسيين عندهم مسؤولية لا تنجي ماذا تقول أنت كل مرة نعود الكونترا زيرو ونعود دنايا نفس الأشخاص يا أخي روح دير المعارضة روح ظهر للناس باللي أنت حقيقة ركباري السيد محمد عماري وهو ناطق باسمي حزب جبهة التحرير الوطني قال أنه أنه ناضليه وتخلصه من مظاهر الفساد هو الذي يحرك طبعا الغيرة قال أنه وغيره من الحالمين بالديمقراطية على المقاس وجمهورية بالانتخاب وقال أن الشعب وحده هو صاحب السيادة وهو من يوازن بين الأحزاب والمترشحين في الانتخابات وقال سننتظر وكأنه يتحداكم الاستحقاقات القادمة لنعرف وزن هذا الشخص وحزبه يعني نخلق في الكلام وكأنه يتلاعب وكأنه ما يعني ندخلوا في جدال اللي ما عندوش معنا لأننا في نهاية الأمر حنا الموقف تعنا من نهر اللي هو أنه نذهب للانتخابات أما ولي تكلم مع الناس اللي حبوا مرحلة انتقالية رح يتكلم معهم هما موش احنا موقفنا ثانيا حنا قلنا باللي في الممارسة السياسية طابعية جدا عندما حزب يخفق ويعني تورط في أشياء غير مقبولة شي طبيعي أنه الناس رح تتعقبوا وكل مرة يعني هما قاموا بالتزوير هما اللي قاموا بالفساد هما قاموا باستغلال الملايير الممال يرى اللي يجيهم المؤسسات شي طبيعي عندما هو يستعمل يعني المال الفسد ويستثمر بالمال الفسد وهم بعد يستغل كل الصحة السياسية والأحزاب يمنحها يعني أن تقدر تتكلم مع المواطن تقدر تطور وش تقترح في هذا كيف الحل الآن نخلو الانتخابات والشعب يقرر أم أن نروح للقوانين للإجتثاث لا مثل ما حصل في العراق وبثل ما حصل في تونس لا أنا ما أدرنيش في هذا الخامة احنا كان عنا موقف مبدئي قلنا مدى بنا العنوان تعالى فلان يرجع للشعب أما هما يعني كأشخاص حبوا يديروا حزب من حقهم ولكن ما يستعملوش عنوان تعالى الشهداء ما يستعملوش تعالى أبائنا ما يستعملوش تعالى المجاهدين لأن انتهى الأمر يعني لطخوا هذه التسمية فيديروا حزب اسمهم ويروحوا للميدان أما الانتخابات بالطبيعة الحال الشعب هو اللي رح يقرر مهما كان الأمر الشعب هو اللي رح يصوت هذا موقفي أنا ما قلناش يعني نمنعوا ناس لما يمارسوا سياسة ولا ما يدفعوش على أفكارهم ولا ولكن لازم الناس يعرفوهم من ينجا ويجدروا منذ على الأقل عشرين سنة هذه الأخيرة خليك يعني ما نعودوش نفتحوا الميلفات في سابق سيد جنالي سوفيان كيف تتوقع أن يكون شكل البرلمان المقبل نظن أن البرلمان المقبل يكون في سيفيسا هناك عدد كبير من الأحزاب السياسية لأن ما عندناش اليوم المجتمع نتعنا ما راهش يعني مهيكل حسب تيارات فكرية واضحة تقدر تصيب جزائري يحب يختار يميل منها ولا منها ما زال ما عندوش كل مقاييس باش تضضح له الصورة ويفرق ما بين الأحزاب فمرة يصوت على اسم اللي يعرفو تعالشخص مرة يصوت على اسم العائلة مرة يصوت على ربما صورة كل واحد كيفاش المهم أنه ندخل في العمليات عندنا بنية وديمقراطية والديمقراطية تبنى مع الشعب لازم الشعب هو اللي يبدأ يدير الحق السياسي هو اللي راح يخلق الميزان ما بين الأحزاب السياسية وهذا ندخله في هذه المرحلة الدوم ربما خمس سنين ولا عشر سنين ممكن جدا المهم أنه الشعب هو اللي تكون عنده الكلمة الأخيرة أو ربما مضاعفات سلبية على الساحة السياسية دائما كما قلنا قبلت في السياسة عندك جانب إيجابي وجانب سلبي حنا لو كان كنا متقعدين والديمقراطية تمشي على يعني مقاييس كما تمشي في الدول المتقدمة ربما عنا أربعة حزاب خمسة ستة حزاب في بعض الدول في الولايات المتحدة متناحة حزبين فقط فهذا تتهيكل مع الوقت أنت ما تقدرش تطلب من مجتمع خرج من فطرة يعني نظام غالق على كل صحر الساحة السياسية يمنع حرية التعبير ما خلاش الناس تتهيكل ومعا الشعب هذا تقول له دبراسك ديلي ديمقراطية حتى الشعب يحتاج وقت والدولة كذلك والطبقة السياسية أكتر لأن طبقة السياسية لازم تطور مع الوقت لازم تحضر الرجال تتحها تحضر الخطابات سيد جلالس فيان عين يصنف نفسه حاليا سلطة معارضة في منتصف الطريق نعم نظن أنه لتبع السياسة لما اكتشف السياسة بعد 22 فبري 2019 يعرف جيدا وين رهج الجديد نحن الآن حزب معارض ليست لنا أي صلة ولا مع المسؤولية ولا مع الحكومة ولا مع أي طرف كان ولا يعني مسؤولية في تسيير هنا حزب عنده مشروع مجتمع والمشروع مجتمع كل واحد يقدر يروح يقراه هو في الموقع الرسمي تعالحزب وعنده كذلك برنامج والبرنامج هذا بالمناسبة رانا جددناه ويخرج برنامج 2021 والأسبوع المقبل اللي يكون ما بين أيديكم حنا بالمناسبة في 11 مارس تكون الدكرى العاشرة لتأسس الحزب وبالمناسبة رحنا نعطيه البرنامج تعالى 2021 فإذن الحزب عنده شخصية تعه عنده خطابه عنده مشروع مجتمع عنده برنامج وعنده كذلك المواقف السياسية لتتماشى مع يعني ما يجري في البلد فحنا قبل 22 فبراير 2019 كانوا يقولوا علينا أنتو ما عندكم أوهام أنتو ما راكم معارضة القاعة المكيفة مش قاعة المكيفة لأنه هذا كذب افتراء أنا نذكر الإخوان أنه اللي كان يخرج للشارع ولي كان يقاطع قاطعنا في 2017 التشريعيات والمحليات لأنه كان مقرر في 2014 و2016 في تنسيقية مازافرا لولا والمازافرا الثانية أنه نذهب للانتخابات إذا كان حوار وكانت يعني سلطة مستقلة لإدارة الانتخابات ما أعطلنا هذا قاطعنا نذكرك في شهر أوت خرجنا للشارع في شهر سبتمبر شارع في العاصمة في سبتمبر خرجنا في قسنطينا ثم خرجنا في بيجاية وقوم معنا وأخذنا لمراكز الشرطة إلى آخر أنا الناس اللي اليوم ينتقدون فينا يقول لك دورتوا الظهر للحراك أنا كانوا مخبيين داخل المؤسسات كانوا يشاركوه في الحصص تعالكوطات الآن ما يجيوش يعطوا هنا هالدولوس من تقصد بالضبط كل واحد يعرف روحه أما الواقع الآن أنه الحياة السياسية في البلد هي اللي تغيرت وهي اللي جت لموقفنا لأنها بعد 22 فبراير ولو الشعارات الأولى كانت شعارات اللي يرفحها جيل جديد في السابق فكيف الكلام اللي كان يقولوا جيل جديد في 2017 و2018 وبلما نروح حتى 2012 عندما تأسس الحزي صبحت هي يعني الأغلبية تقولها هذا كل وقت لكن اليوم أصوات في الحراك وشخصيات من الحراك تتحدث وتصفكم بأنكم حسب السلطة حاليا أنتم تكررون طرح السلطة شوف أنا من تخش في هاد كيلو وقال وأنت تعرف أنه طبقة سياسية فيها كل واحد يتجاهد كائن يعني منافسة كائن اللعب على الصورة كل واحد واشنو أنا نتحداهم هادو اللي طعنوا في العام الجيل الجديد وين كانوا يوم 22 فبري ما نتكلمش على قبل قال ما نحسبوش 22 فبري ما كانوش في الشارع هاد اللولة 22 فبري 2019 ثانيا درك حنا صرع شرخ في توجه الحراك عدد كبير من الجزائريين وننجم نقول لك الأغلبية الساحقة انساحبت بعد أشهر من الحراك الحالي اللي يقولوا علي حراك ولأن واش اصبح إشكال استراتيجي انت واش توصف انت قلت يصف في الحراك انت واش يصف السي جلالي سوفيان واش نوصف هذا الحاليا الشرخ لإسراء هو انقسام استراتيجي اللي جاء أمام خياري إما نروح إلى حوار ونحاول نقوم بتغيير مرافقة مع المؤسسات باش نصل إلى الهدف المنشود وإلا نقعد نرفض كل شي حتى نروح إلى علاقة قوة يعني لازم الشارع ركع السلطة هذا هو بالمعنى يعني أنا نخرج ونصعد ونخلق المشاكل في الشارع ونلجأ للخارج ونطلب من البرلمان للأوروبي باش يساندني ونخلق مشاكل داخل البلاد باش نركع كنت سلطة ونطع تليني المفتاح بدون انتخابات بدون أي شي هذا نحن كنا ضد واضح وقلنا لهم بكل صراحة قلنا لهم بعض الانتخابات الرئاسية لنحن لم نكن لدينا حتى دور فيها لم نكن ساند ولا أي شي ولكن نستخلص بعض الدروس مدام كانت هنا كتلة كبيرة من الجزائريين التي تقبلوا المسار وكان تنازلات حقيقية قامت بهالدولة لأن النظام السابق نهار نحن نتعامل مع نظام نهار سياسي وهنا مؤسسة دولة فقط وتقول أرواح نتحث ونتحاور لكي نبني نظام جديد أنت تقول لا أعطي لي المفاتح ولا أعطي لي كل الضمانات التي هادر في دولة قانون وعندنا عدلة مستقلة وعندنا كل الحريات الفردية والجماعية يعني أعطي لي ديمقراطية قبل ما نبدأ نمارس السياسة وإلا لازم نروح نصعد وندخل في استيدان هذا المنطق الذي خلّى أنه بعض الإخوان وأنا ملومش الشارع يعني عدد كبير من الجزائيين كان يجلسوا جنبك في اجتماعات معارضة بطبيعة الحال كنا نجلس مع بعض باش لازم كان يكون تغيير ولكن عندما جات بوادر التغيير أنا نستطمر في التغيير السلمي السالس مدام هناك يعني العصابة هدية لراحة نسبة كبيرة منها على الأقل في المراكز الأساسية للسلطة كان تغيير قوي على رأس البلاد في الرئاسة على رأس المؤسسات على رأس الأركان في المخابرات هذه التغييرات ما تنجمش تقول أنت ما كان حتى تغيير لازم تاخدوا بعي الاعتبار عدد كبير من المسؤولين السابقين وهم في السجن وهم يتحسبوا فإذن أنت كي تطلب دائما أكتر من التاقة تاعة الدولة ثم صباح لي تخلي المجال فارغ للحوار والدهب للانتخابات في نهاية الأمر هناك تحالف موضوعي ما بين ناس اللي رافضين أي تغيير على طرق الانتخابات مع الناس اللي حبت عودت ترجع لأن الأفالان والأران ما يحب يحبوا أن يدخلوا في المنافسة بدون ما يجيوا الحجاب حساب على المصلحة أنتعي أنا غدوة يعني ساهمت بكل إمكانية تاعي باش حاولنا ننضموا حزب نجيبوا مشروع كوننا جيال صاعدة جبنا خطاب نضلنا في الشارع وإذا الشعب ماش مقتنع أنا نحترم الشعب نواصل ندافع على الفكرة تاعي ولكن أنا عندي كل قناعة أن هناك شرائح واسعة في الداخل المجتمع لمتفهمة جدا للعمل باختصار فقط أستاذ جلالي سوفيان وش علقتك أو السبب ربما للتصريح الذي أثار الكثير من الجدل بخصوص الأطباء قلت لهم روحوا وشوفوا شغلنا وحد أخرى وحتان كذا وزعفوا قال كيف إحنا أطباء والمفروض تدافع باش يعطونا مناصب شغل لكن أنت رحت يعني للطريق الآخر لا انت عارف تعرف أن هذا كاذب يعني بشو فوتوشوب ودرنا تكديب رسمي يلي الأسف الناس يعني ما تشوفش التكديب ومع الأطباء يعرفوا باللي أنا في جنبهم وعندما خرجوهما وكانوا في يتظاهروا ووقفت معهم وخرجنا الفيديو عندما تكلموا معهم أما الناس هذو اللي ينشروا في الأكاديب أنا نطلب منهم جيبوا مصدر المصدر حقيقي ما كان حتى مصدر بخصوص الأربعين مليون والمجلس التأسيسي لا أنا كدبت بطريقة يعني نفيد تماما هذه الأشياء أنا نعود نقول للمواطنين بعد بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا هذا مكان الناس أنا فهم أنه هنا لك نوع منها يجان هنا أرفع لك دعوة قضائية سي بن زعين نعم أرفع لك دعوة قضائية أبدا أنا اللي قلت لنرفع عليها دعوة قضائية ومش وحدي أنا لأنه عدد كبير من الإطارات هذه عملية سياسية لضرب الحوار هو يعرف أنه الصندوق هذا تقعد فيه ربما خمسين ألف شخص لماذا يحاول يشخص بالأرقام كادبة تماما وبمسار كادب أنا اللي كان نخرج يعني نقول له جي أروح لهنا وقلنا أنت وش عملت في حياتك وش هو المستوى التعي ونقضي لك أنا المستوى التعي وندروا مقارنة وخليوا الشعب يقارن وش عملت أنت في فائدة الشعب وش عملت في فائدة تاعك أنت شخصية ونقارنوا أنا وش عملت من أجل هاتشعب وش علاقك حول ما جاء في قانون الجنسية أو مراجعة قانون الجنسية حول نزع الجنسية لبعض المتآمرين نعم نشوف هاد يعني الفكرة موجودة في العالم مش حاجة مخترعة اليوم في الجزائر وموجودة حتى في الدول الديمقراطية يعني تروح في فرنسا ألمانيا عندهم هاد الإجراءات فيما يخص الجزائر نظن الأوضاع ما تسمحش باش نروحوا في هاد الاتجاه خاصة الآن أولا قضية حساسة جدا لأن الكل يعرف أن الجنسية الجزائرية مرتبطة يعني كيفاش نقول يعني جي وجدانية موروطة بالدم يعني والجنسية الجزائرية جات ب موت مليون ونصف مليون شهيد ما تقل استيشهاد ما تقدرش انتعى هكذا مباشرة الآن حقيقة هناك ناس اللي ظهروا أنه صبحوا مرتزقة ضد استقرار البلد ولكن كاهن عدد كبير من طرق للمعالجة لذلك ونظن أنه لازم يكون برلمان منتخب وشرعي يقدر يفتح يخوض في هذا آخر سؤال حول اللقاح تلقيحات رانا الآن في حملة تلقيحات ضد كورونا سي جيلال يسوفين عنده حكاية مع اللقاح وش حكاية اللقاح والله قبل الحصة يعني كنا نتكلمه يعني سيتك يعني بعفوية حاول إذا رح تتلق حاملة نعم أنا وين قلت لك أنا كي جيت للجزائر دخلت في سنة 1990 عندما عدد كبير من الناس كانوا يخرجوا يهربوا من الجزائر لأننا كنا دخلين في أوضاع حارجة أنا كنت باحث في الخارج وكي جيت لهنا حاولت ندير يعني شركة صغيرة وبدأت صنعة اللقاح سمينها الجدري الجدري تاعم الماشية وش ما كانش على بالي يا للأسف أنه هذا اللقاح كان مستورد من قبل الناس تاعم العصابة ويستغلوا فيه لأن رسميا كانوا يعطوه يعني مجان يعني الناس اللي عندهم الماشية ولكن في الواقع كان يخرج في السوق السودة ويبيعوه فإذن داروا لي قضية ضخمة كبيرة وقريب بديوني للسجن كأنه أنا خدمت يعني ربما كيفاش نقول المخدرات المهم أنه بعد ذلك تحلت القضية كم سنة هذه بالضبط هذه الإجراءات اللي حابوا يديروها في 99 و2000 و2001 هذا هو لأن كل من يأتي ب يعني أفكار جديدة وب كفاءة العصابة هذه تحب تكسروا هل تتلقى لقاح كورونا أو لا؟ لا أبدا لا تتلقاه إن شاء الله؟ والله ما مشكتش أنا أدرت الكورونا ومنظن أن عندي المناعة و أنا كنت يعني نخدم في الفيروزات وفي المناعة نعرف المناعة لا تتلقى لقاح الآن ولكن كل واحد أتمنى إن شاء الله لك سلامة وسلامة الجميع شكرا جزيلا شكر أستاذ جلالي سوفيان أنت دكتور جلالي سوفيان عندك دكتورة دولة في عندي دكتورة بيطاري ثم عندي ديوغا ومع دكتورة تروازيهم سيكل ومع دكتورة ديطا أربعة دكتورات شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا شكرا بارك سلام الله عليكم